قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر وقف التعامل مع المطربة اللبنانية سارة زكريا وتحويلها للتحقيق بعدما أثرت جدلا كبيرا بشأن تصريحاتها في حفلها الأخير بالساحل الشمالي وجاء في بيان نقابة المهن الموسيقية قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المطربة السورية سارة زكريا وذلك لحين مثولها للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنقابة تحريرا 12 شرطة أغسطس 2023 سبق وأثرت الفنانة اللبنانية سارة زكريا جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية وذلك بسبب حفل غنائي لها يوم السبت الماضي أقيم في سكاي توينتي بالساحل الشمالي وشارك فيه مطرب المهرجانات حسني شاكوشي وهاجم الجمهور المصري سارة زكريا بسبب تداول فيديو نشره صحفي هاني عزبن ظهرت فيه وهي تغني في حفلها مستخدمة ألفاظ خارجة أغضبت المتابعين واعتبروا أن الأمر إهانة للجماهير المصرية حيث قالت المغنية اللبنانية مجهة حديثها إلى جمهورة